كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإيرياني عن مكان غرفة عمليات جماعة الحوثيين لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر وأوضح الإيرياني أن العمليات التي تستهدف ممرات الملاحة وحركة التجارة العالمية تدار من غرفة عمليات مشتركة في طهران وقال الإيرياني إن جريمة القرصن البحرية التي نفذها النظام الإيراني وطالت ناقلة النفط الأمريكية جاءت بعد ساعات من إعلام ميليشيا الحوثي الإرهابية للمرة الأولى مسؤوليتها عن هجوم مواسع استهدف سفينة أمريكية وهو ما يؤكد أن تلك العمليات تدار من غرفة مشتركة في طهران